السلام عليكم. أنا زمينتكم محمد باقر من طب الكوفة. و اليوم عندنا محاضرة The Control of Cardiac Output. من جسم هنو راح نعرف و راح نتعلم انو اشلون الجسم يسيطر على Cardiac Output اللي هو الفلو اللي يطلع من Ventricles للأيرت او كل منها بترنك حسب الفنترقل. وكذلك بالبدأ راح نتعلم نشون العلاقة بين Total Preferal Resistance. Cardiac Output. وكذلك Pressure بالأيرتريال. والvenous compartment. ان شاء الله استفادوا من عدة. بس اول شي نجي. ماذا من Cardiac Out? مثل ما ذكرت The amount of blood pumped by each ventricle per minute into the circulation. طبعا ذاك بعض الاختار الملاعية. عذروني. ما لاحكت انو. راجع حيني. كمية الدم اللي تطلع من كل Ventricle الى Circulation يعني الدم اللي يجرب الجسم. هنا مثلا عدة خنقول عدنا Left Ventricle. ماذا راح يساوي؟ راح يدفع الدم الى الايرتة. فالكمية اللي تطلع من Left Ventricle للأيرتة. بكل دقيقة هو Cardiac Output. طبيعي هو Cardiac Output 5 الى 6. كمين هم المناري والأيرتة. يقول 10-20% less for females. يعني يقول يكون هذا Cardiac Output يكون اقل بنسبة 10-10% عند الاناث. شنو السبب هو الاكثر انو اكون smaller heart يكون القلب اصغر. وكذلك less due to less lean mass. يعني انو lean mass هو انواع من الانسجل اللي تستهلك طائقة مثل عضلات وغيرها. الفيميل عد تكون عندها Depose اكثر. وبالتالي محتاج ذلك Circulation حتى اتغذي مثل العضلات الزيادة اللي عند الميل وباقي. اجزاء الجسم. طبعا احب انوه انو ترى هذا اللي بالازرق ترى مو بالمنزمة اصلية ومو مبطوب من عدكم. مجرد توضيح للمكتوب. فبس for your information تمام ايشي بالازرق فهو يعني بس لمعلومه حتى. نضروح هسه. قانون الاستمرارية شي يقول هذا القانون. يقول يابا انو الدم اللي يطلع من left heart للأيورتة يساوي الدم اللي يستلمه ال right heart. باختصار شنو جاي يقلك جاي يقلك يابا ترى الكاريك اوتبوت يساوي الفيناس رتران. تمام. شنو قصة بهذا حاج. قصة الدم اللي يطلع من الأيورتة. من الأيورتة. قصة من left ventricle للأيورتة. يساوي كمية الدم اللي يطب من الفينا كابا للright atrium. فهو اصلا يعني الدم من الright atrium يروح من الright atrium ويروح الright ventricle. والله يروح للبلموناري للنج. يرجع left atrium ويطب left ventricle. فلازم الدم اللي يطب منه نفسي اللي يطلع منه. إذا صار اثتلال بهذا النظام انو مثل cardiac output اكثر راح يتراكم بأحد circulation. تمام. فهو احد القوانين انو بالدم اللي سمع right atrium. نفسه الدم اللي يضح اللي سمع left ventricle. تمام. clinical significance على اهمية بالحال الواقعية بطب. اقول if rv output increases rv output by 0.1 مليليتر per minute per beat ثم right ventricle will increase left ventricle output by 7 mL per minute. 3 hours left ventricle output by 1260 mL. شنو قصده بهذا الحاشي. يقول يابع انو مثل ما ذكرت neutral cardiac output مثل ما انو الكمية اللي يطب بالright atrium تساوي الكمية اللي يطلع من left ventricle الساعدنا مثل ما موجود بهاي الصورة. كمية الدم اللي يطب بالright atrium نفسه اللي يطلع من left ventricle النفسه من الدم اللي يطلع من left ventrecl رح المليفت нами فهو إذا زاد أحدهم رح يزداد للجذاب من العمل الرام اللي يطلع منه. تمام. شي يقول لك؟ يقول انه مثلا هنا 0.1 مليليتر جاي دفاع زيادة يعني صار شوية مضوع. هذا الدم اللي راح يطلع لهنا هام راح يفتار ويرجع للليفت فنترقل ويضرعها. فخنقول نطقيل انه اه بكل دقة طالبة في كل بيت اطلع 0.1 مليليتر كلاش قليل. اللي هاي السيركوت. فخلال ثلاث ساعات راح يدفع اه كمية زيادة تقريبا اه الف يعني لتر وروبا وهي لتر وروبا هم راح يزاد للليفت فنترقل لتر وروبا. تمام? فيعني اذا هذا صار اقوى ويدفع دم اكثر مثلا خلال ثلاث ساعات اه 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 او يعني الف لليتر او هو هو لتر كامل للبلمولاري سيركوليشن اللي يبال لين. راح هذا يرجع للليفت فنترقل والليفت فنترقل هم راح يدفع الف زيادة. فهو الزيادة هنا راح ترافقها الزيادة هنا. لازم يستويات حتى ما يتراكم الدم باحد باحد الشسمان. باحد السيركوت راح تبينها هو الجملة اللي حاطيها اللي جوه. اسا خلالها. فهنا اش راح يقل لك؟ لذلك. this example demonstrates that even a small imbalance in stroke volume of the two hearts could lead to accumulation of the blood in one portion of the CVS . للدري تقل لك يا بخلا تخيل انه ما صار هذا انه يزود هنا بالright ventricle نفسه يزود بالليفت فنترقل. الواحي يقل لك. هذا راح يساوي small imbalance يعني نقل لك حتى لو الright ventricle يدفع في 0.1 مليلتر زيادة اذا left ventricle ما ازداده اياه راح يسبب انه الدم يتراكم باحد الcircuits وهذا يفيد clinical يعني في بعض حالاته فوقيلك عن مثال الright ventricle هنقول مثل ما قلنا يدفع 0.1 مليلتر زيادة لل pulmonary circulation فهذا اذا ما زادت الكمية اللي يدفعها اياه راح الدم هنا يتراكم وراح يصير يعني but accumulation of one portion راح يجمع الدم بهذا pulmonary circulation ونفس الشيء بالليفت فنترق اذا left ventricle صار عفوة ورايت ventricle مزداده اياه راح يتجمع بالsystemic فلازم انه الزيادة باحد ينسى وزيادة بالثاني واذا ما صار هذا الشيء راح يصير clinical سيكون اهمية clinical حيث يسبب pulmonary congestion مثلا او هكي اشياء حيث يجمع الدم هنا فلذلك بالطبيعي ال cardiac output ما right ventricle يساوي cardiac output left ventricle يزداد واحد يزداد الثاني وانصار هذا الشيء راح يتجمع الدم باحد circulation ما systemic او pulmonary حسب ياه هو اللي اقوى سا هنه راح نجي الى مفهوم هو cardiac index شوه cardiac index هذا راح يقارن cardiac output مع الشخص بالحجم multi تمام اه هو شلون اه يطلع يطلع انه cardiac output ها مضر طبعا اه ذكر صححته اه المهم هو هاي الاخطاء ان شاء الله قبل ادز الملف ويالفيديو وصحححين كلهن وادزة فاللي ينجز راح يكون صحيح فنرجع هنا شو راح نقسمح نقسمح نقسم cardiac output على body surface area ليش؟ اذا مثل ما قلنا cardiac output مثابت من شخص الشخص سترخي نقول شخص cardiac output ماتة 5 شخص 5 و 4 شخص 5 و 6 شخص 6 هو بين 5 الى 6 فعنا هنقسم cardiac output على فجمة حتى يطلعنه انه اه انه شقد ثلن متر مربع منه ياخذ cardiac output راح قطيه السا مثال عن شخصهم هو طبعا يقدمت اذا شخص طويل شخص اكسار شخص اسمان يعني يعتمد فهو الطبيعي بين 2 و 1 و 3 و 1 خلي نقول مثلا شخص cardiac output ماتة 5 و body surface area ماتة 2 و 1 ما راح نقسمحن ش راح يطلع عندنا قصدي بو 2 و 1 و 1 على 2 cardiac output ماتة 5 body surface area هي 2 متر مربع راح يكون ماتة الاندكس 2 و 1 اصف ها هي تماما زي الاسا خلي نجيب شخص اخر بس هذا اول شخص ال body surface area الماتة اللي اقل فنروح مثل شخص ثاني يعني مثلا خنقول cardiac output ماتة 6 و body surface area 2.4 لابن نقسم هنا راح يطلع عندنا الاندكس ماتة هم 2.5 فذول الاشخاص الثنين اللي هم مختلفين بال cardiac output و مختلفين ايضا بال body surface area هذا 2 هذا 2.4 عدهم نفس الاندكس معناه كل متر مربع من عدهم يستلم نفس كمية الدم فوهيش عمود نعرف كل متر يعني كل متر مربع من الجسم ماذا قد يستلم الدم يعني مثل ما قلنا cardiac output مختلف و surface area مختلفة يعني سذوله شخصا كل جسم يستلم نفس كمية الدم على رغم من اختلاف ال cardiac output و اختلاف ال body surface area stroke volume ذكرته الكثير المرة هو 60 إلى 90 مليلتر يعني هو حجم الدم ال volume اللي يخرج من القلب في كل دقة قلب يعني مثل اذا نقول القلب في كل دقة في كل بيت يطلع 80 مليلتر فهو cardiac output 80 مليلتر ليس كارديك output قاسي stroke volume 20 مليلتر واذا نريد انطلع الكارديك output هو نضرب stroke volume في عدد دقات القلب يعني مثل هنقول 70 مليلتر ونضربها في مثل 60 بيت يطلع عن الكارديك output نضرب هسا وصلنا موضوع vein pressure الضغط اللي يكون بالاوردة يقول هذا الضغط يكون يعتمد على balance توازن بين right at which blood enter the veins and right at which the heart pumps it out شي يقول يعني ان الضغط بالاوردة يعتمد على توازن بين السرعة اللي يطلع من الدم السرعة اللي يطلع بالدم لي الوريد السرعة بينه بمثال على thoracic vena cava اللي قريب من القلب فمفهوم انه الضغط اللي بين الفين شوه مفهوم واسع لان يكون يعني veins بالرجل veins بالإيد veins بالأبدومن انا خلقيت عشعة thoracic اللي يكون يمن القلب تمام؟ فمانع لاقل لشي انا ما اكيد يمن الضغط يقول هذا يعتمد على right at which it enters and right at which the heart pumps it out خمدي right at which enters خنقول انه دم اكثر يجى للثورات كبيرة كابعة عن هاي المنطقة اللي هنا القريبة من الاترياء يجاه الدم اكثر مثلا انه خنقول الشسمة مثلا يعني الفين اللي يبرجل مثلا تقلص والدم صعد دفوق يجى اللي هنا هنا البرشور راح يزود لان بي كمية الدم اكثر فيعني لما يجي الدم يزداد هنا راح يزود كمية الدم في التالي راح يصعد البرشور تمام؟ فلذلك right at which blood enters the vein يعني انه سرعة للدم يطب الوريد راح يكون ديريكتلي يعني يزوده ليش انجسر بدم اكثر تمية الدم اكثر فكمية الدم اكثر هتضغط على الجدران وبالتالي تسوي نعم مثلا 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 ما قلت فثلا انه الفين اللي بالرجل اللي يصير جوه يتقلص ويدفع الدم من فوق هذا الخزين ما تطلعه يصعد الفوق راح يصعد الفرشور اللي هناك اللي راح يكون به كمية الدم اكثر نجي للعامل الثاني اللي هو the right at which the heart pumps it out يعني المعدل اللي القلب بيدفع هذا الدم فبثل ما قلت نرجع لهذا هو اللي هنا thoracic vena cava خنقول انه right ventricle ازدادت القوة معتة ازدادت كارديكاوتمي اصار يدفع دم اكثر لما راح يدفع دم اكثر راح يسحب دم اكثر راح يسحب دم اكثر فهو جاي مثل يدفع هوايا كارديكاوتمي ازداد كارديكاوتمي ازداد راح يحتاج يسحب دم زيادة فرح يسحب دم اكثر راح يسحب دم اكثر فبالتالي فرشور هناك يقل يعني جاي يسحب دم منه بسرعة مثل مو انه جاي يقدر يجمع مثل ذي شيء الحالة فهو يعتمد على التوازن بين السرعة اللي يدخله من الكابلاريزي ومن باقي الفينز وكذلك السرعة اللي يضغها تمام فبذلك يبقى في نص برشور متوازن نسبيه تمام فكمية الدم اللي تدخله يزود البرشور كمية الدم اللي تطلع الـPumps it out راح يتقل لان جاي يسحب منه بسرعة وصح فلذلك وجاي يسحب منه فرح يجي اكثر يسحب منه يجي اكثر فواحد يزود واحد يقل يبقى متوازن اهيه وما توقع بعد شيء فبهذه السلالات الاتية راح ندرس العلاقة بينهو الـ 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 و الـ المقاومة في كل الجسم وتكون اكثر شيء تقريبا 60% منها يساهم بها هو الـ اللي يجوع الـ 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 هو يكون مكان الاقوى يعني التحكم بها تمام فهي العوامل شلون تتسجم وهي تمام خلي نجي يقول if the total peripheral resistance rises عدنا الـ طبعا لازم اوضح قبلها هاي الحالات حاليا يعني مثل ما نقول حالات منفصلة نرعسنا تطبق على الجسم نرعسنا تطبق على الجسم نرعسنا تطبق الجسم راح يسوي تغييرات حتى يعدلها بحاجة ندرس انه هاي تغييرات شون تصير بالجسم اما رد فعل الجسم الها بعدين ندرسها بالمحاضرة الجاية فتمام انه هاي شوية حالات منفصلة بالجسم يعني انه شون كارديك اوتفوت ما يتغير والرزيستنس تنزداد وغير اشياء ما تتغير تمام فهي كثير ما نقول حالة خيالية وشون الجسم يستححها ندرسها بعدين فنرجع عدنا resistance زادت تمام هاي ما كم مشكلة resistance زادت والكارديك اوتفوت ما مضغير constant تمام فاش راح يصير يقولك الارترالي برشور الرائز حسب هاي المعادلة عدنا الريزيستنس اه زادت كارديك اوتفوت ثابت ويصب من الارترالي برشور راح يزود شي يقولك يقولك ذا فينس برشور راح يقل يكون علاقة بين الارترالي برشور والفينس برشور والفينس برشور يكون علاقة عكسية فاذا زاد الارترال راح يقل الفينس وراح ابين شنو السبب هزة وراح شوية على الرسم تمام؟ اهنا راح يحكي لك عكس الحاجة يقول اذا الريزيستنس قلت فولز نحن نقوله اصلا الريزيستنس قلت والكارديك اوتفوت ثابت راح يصير هذا راح مثل هذا قلت هاي المراح يقل قل الارترالي برشور راح يصير بالفينس برشور راح يزود سنحن نذكر ليش وطبعا هم حبيتنا وهنا مثل ما قلت البيانس برشور راح احتجانه هو السنترال اول يعني الثوراسي اللي يكون يمي القلب لانه اسهل شي انه نتخيله ونفكر بلي الثانه شوية بعيدات فاللي نجي الاول حالة انه الريزيستنس زاد يعني سابه مثل همد نقول الارتريول الريزيستنس زاد فزادة المقاومة الريزيستنس زاد فزادة المقاومة لكنه ما يضغير جاي يظل يضخ بكل دقيقة بالدقيقة خمسين خمس سالة فلما راح يزود الريزيستنس راح الفلو شوية يبطل والقلب جاي يدفع دم فهاي المنطقة شوية الدم راح يجمع بيها لما يجمع الدم شو راح نصير راح يسمع راح يضغط على الجدران قبل الارتريول لما راح يجمع الدم ويضغط على الجدران شو راح يصير الارتريول راح يزود بس هاي لحد الان واضح جنسة الفينوس ليش راح الفينوس راح يقل يعني سبب سهل بما انه الريزيستنس عالي فالفلو خلال هاي المنطقة الارتريول راح يكون قليل وبالتالي بما انه الدم راح يجمع هنا الدم بهاي المنطقة بالفينز راح يكون يقل فبما انه الدم بهاي المنطقة مع الفينز مثل الآن طيب مثال عليه الثوراسيك هنا الدم راح يقل الثوراسيك فينا كيفه ش راح نصيب الفينوس برشور راح يقل فخلني نعيد مراجعه سريعه زاد الريزيستنس الدم راح يجمعه هنا في زاد البرشور بما انه الدم ازاد هنا الدم اللي هنا راح يقل لابدتالي الفينوس برشور شه يسوي راح يقل ان شاء الله بسيطة مثل ما قيد خنروح للحالة اللي تكون عكزها خنقول هنا الريزيستنس قلت الريزيستنس من البرشور يعني هاي الارتريور مثل نقول صار به فاسود الاليكيشن يتوسع فبالتالي ش راح يصير الفلو من هاي المنطقة الكابيلر والفين راح يزداد فبالتالي هناك مية الدم ش راح يصير بما انه صار اكو ترانزيينت انكريز ان فلاد فلو يعني الدم جرى اسرع الريزيستنس اقل فالدم جرى اسرع نسل ما ذكرنا كل الحالات الكارديك اول برثابة ما يضغير راح يصير هذا هنا اكو السور الجريان السريع عن الريزيستنس قليل فراح يعبر لي القسم الفينوس فبهاي المنطقة راح يكون الارتريور البرشور ديكريز ليش ديكريز لان كمية الدم اللي بيقلت فالضغط على الجدران قل نفس الوقت بما انه كمية الدم اللي راحت للفينوس كمبارتمنت الجزء الفينوس زادت فهذا الدم الزايد راح يضغط على الجدران وبالتالي الفينوس البرشور راح شسمي يزداد البرشور يزداد البرشور يقل لمنطقة الريزيستنس يزداد الفلو انعيده قالت الريزيستنس فهنا الفلو راح يسلسلع من خلال الارتريور لبهاي المنطقة فالدم اللي بهاي المنطقة بالاورتة وغيرها راح يتلل لان راح بسرقة يجريل هنا ومحشو ايه يتجمع هنا لان الكاليك او لما يتجمع هنا بحيزاد البرشور مثل ما ذكرت قبل هاي الحالة الجسم يتعامل وياها حتى صحة حالية مسجهة يندرسها شون صحيح الجسم ماديل اتوقع كلش وضحت فاهم شي قد اخذنا منها انو الارتريور البرشور واحد عكس الثاني لان اذا يزاد الدم هنا كمية راح تقلي هنا واذا تزاد هنا تقلي هنا فواحد عكس الثاني لسا نجي للقسم الثاني وانها العلاقة بين التورت البرفيرل الرزيستنس المين ارتريور والكارديك اوتبت تمام يقول ازاد الكمية الدم ليتفعح القلب وانه رزيستنس لانه رزيستنس ثابت شلي راح يصير الرزيستنس الرزيستنس مما انو القلب جاي تفادم اكثر للايورتي او الارتريز ش راح يصير راح يزاد البرشور بيها لان بيهدم اكثر هذا الشي طبيعي مثل ما قلنا انا راح راكز على سنترال فينس بروشور او ثوراسك فينس كيف القريب بين القلب ش حصل في هاي المنطقة في هاي المنطقة البرشور راح يقل البرشور راح يقل مثل ما قلنا علاقة عكسية ليش؟ لان القلب جاي يسحب دم منهن حتى يضخن جاي يسحب بالسراع وبالتالي جاي يقل كمية الدمل بيها وجاي يقل بيها البرشور راح اوضحها اسا على الرسم فاستهنا عدنا الرزيستنس كونستانت ثاقتل وعدنا الكارديك اوتبوت انيكريز يعني سبثل حنقول راح ندرسي الايورتها مثلا مع علامة بالكورموناري هذا السيستيميك الليفت فانتركل زاد منت الكارديك اوتبوت اهنا كمية الدم اللي جاي تدخله جايزو جاي يدفعل الدم اكثر فياكيد معتل الارتريال الارتريال بروشور انيكريز هاي طبيعي هنجل هاي المنطقة الثوراسك فينكابا والسنترال فينكابا الليفت او قضي اللي تسمع رايت فانتركل جاي يسحب دم منه حتى يدفعه او يوصل لهنا حتى يدفع دم اكثر فهذا بمع انه يعني قوته عالية بنفس الوقت الارضي هم راح يسحب دم من الفين وياخذه ويفره ويوصله لهنا فاذا الليفت فانتركل زاد رايت فانتركل هم راح يزود فيسحب دم اكثر فبالتالي انه النتيجة مركاريك اوتوت انه الدم اللي اهنا راح يزود بالارتريز لان جاي تفعل اكثر بالارتريال كمبارتمنت الفينوس كمبارتمنت راح يقل بها حجم الدم والقل بها الفينوس الفينوس ايقل ليش انه جاي سحب دم بسرعة منه راح هنا قد تسأل بعض راح تقلي باقر بما انه يعني راح يوصل لها دم اكثر يعني جاي ضغطه بسرعة يوصل لها دم اكثر وبالتالي المفروض عن الفينوس ما يتأثر كلش هي احد ميكانيكيات الجسم انه هاي الحالة شون انتصححة هاي الحالة ترمو يعني لما نصير الجسم رأسا يتصححة فحنا جاي ندرس فقط الحالة تصحيح الجسم شون يوصل دم اكثر للفين ويرجع للفينوس طبيعي فعادية تمام اه شغلة ثانية انه لما نترى الفينوس فرشعة راح يقل هذا الترازك فينا كيف اللي هنا الي من الايورتة اه دم راح يسهل الصعودة وبالتالي يلبي حاجة الريد فنتركل اللي لازم يضخن الريد فنتركل هسا يختصار شنحصل من هاي السالفة اللي انحصل باقتصار يابه اذا الريد فنتركل زاد البوش ماتة او الكارليك اوتوتوت الدم هنا راح يزود يزاد البرشعة ماتة هنا راح ينسحب الدم شاء الدم الزايد من هاي من يجي وهذا الريد فنتر راح يضال يسحبه بصراحة يوصلي هنا فالدم اللي هنا راح يقل والفينوس البرشعة راح يقل بعدين الجسم راح يسوي حركاته رزستانس منها منها يعقلها طبعا كلها يسالفة انه الريزستانس كون السالفة مثل ما قلت الجسم راح يصحح هاي السالفة على رغم انه يعني واصلا الفينوس يعني ليش قل بما انه سحب دم اكثر منه فالبرشعة هنا راح يقل راح يسهل انه يسحب دم اكثر فهذا مش شي ساعد انه يتسارع او يعني يمشي وهي فهي باختصر زاد الدم هنا الدم هنا راح يقل يعني جاي ينسحبه بصراحة ما نحتاج اشي اكثر قل نركز بي اصراح ايدة مرة يعني خاف شوير واحد هنا تحصل انه كاردية كاوتكو تزاد بما انه كاردية كاوتكو تزاد الارتريل البرشعة راح يزاد اللي بالارتريز راح يزاد لان جاي يدفع دم اكثر بالفينوس او السنترل اليم من القلب راح يقل لان جاي يسحب دم انا بسرعة و جاي يدفع تمام؟ خير وبعدين انجسم راح يصحح ان الدم راح يرجع للفين وكذلك يدخل زيادة حتى يزود البرشعة اللي يبي فالجسم صحح هاي الحالة الى حالة فالجسم صحح هاي الحالة اللي يجاوه يقلك يا ابن ترى ذا كاردية كاوتكو تزاد اذا قل كاردية كاوتكو تزاد الدم اللي بالارتريز راح يقل فرح يقل البرشعة بيه وكذلك الدم اللي بالفينز راح يجمع لان جاي يسحب منه هاي ابتالي الفينوس برشعة ورائتس فورور انفرميشن طبعا كل اللي بلا يزرق هاي 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 ترى فورور انفرميشن ما مقطوب من عدك يقل لك انفرميشن طبعا كل اللي بلا يزرق يعني يقل لك خلال فترة من الزمن الدم اللي يطعم القلب يساوي دم اللي يرجع لها هاي يعني موجديدة معلومة يعني هنا راح يقول شا اسمه يقول الفلان انو اذا لزلت الحاجة مع الجسم الحاجة للجسم اتغيرت ما الدم شا راح يصير يقول انو تناسب عكسيا مع حاجة الدم يعني هو اكيد خنقول الجسم جاي يحتاج الدم لابن ان يحتاج الدم شا راح يساوي يقل للرزيستنس حتى الفلول الجسم يزود الشغلة المنطقية فهو يقول اذا في يعني منطقة صار بها ميتاباليزم زيادة اكتيفتي زيادة التي بي ار راح تتغيره بالخصوص انه راح يتقل وهذا التي بي ار يعني من يتغير الرزيستنس راح يتغير الارتريال والفينوس اشلون؟ نرجع اضيجا حتى شوية نربط بهاي الحالة خنقول حاجة الجسم للدم زالة شا راح يساوي؟ راح يقلل لما انقل البرفيرال الرزيستنس راح الارتريال البروشار والدكري سمعين بس ما ضيفة سا ضيفة فمثل ما ذكرت لما الارتريال البروشار لما الرزيستنس راح تقل الارتريال هم راح يقل لان علاقة ضردية بناتهم حسب قانون ام اي بي يساوي يعني الارتريال البروشار يساوي قلت الارتريال البروشار لانه حيصير بي كمية دم اكثر بس هوا راح يطينا مثال على انه حاجة الجسم الزيادة يقول افوئي تمير الجسما لما ايطي الارتريال الوجبة لما ايطي الوجبة القط يعني هالستومك وغيره من هالاماكن او الانتستين راح يحتاج دم اكثر حتى يسحب هاي نوترينت يحولها لباقي الجسر. بش راح يصير? Local vasodilators delete the arterioles. من كلمة local نعرف انه يعني مصدر قريب. هاي vasodilators هاي مواد تخلي اه شي اسمع? اه هي الارتريول راح خليه تتوسع. تكبر حتى يزداد الفلول هاي المنطقة. تمام? فخليه نقول انه احنا هاي عدنا هاي. احنا القط يعني هاي الارتريول رايحة للقط وهذا الارتريول. ش راح يصير? لما يصير زيارة activity راح تطلع vasodilators local. يعني عدنا مثل الهايدروجين الادينوسين كاربون داكساد يعني هاي المواد اللي تنتج من الميتابوليزم. ش راح تسوي? راح تسوي local vasodilators طبعا هذنية حاجة انه هواية كلش. وكواصلا ما تنتجها الجسم في حالات خاصة مثله هاذا الهضر. يعني شده سنينية عرخة من الادينوسين وذنية غيرها. فهنا مثل اخي نقول اصعد الهايدروجين. تمام? هي هاي المنطقة هاي. ش راح ياثر على الارتريول? يسوي smooth muscle يعني يخليه يسوي vasodilators. فراح يكبر يعني يصير مثل هذا. فحجم البصل راح يكبر. وبالتالي دم اكثر راح يقدر يوصل. الفلور راح يقدر يعبر منها اكثر. ويوصل دم اكثر للغت. وبالتالي راح يقدر يسوي exchange mal nutrient. ويقدر ايش اسمه? وانه راح يسوي exchange mal nutrient راح يقدر يحولي الباقي الجسم. اه تمام? فسهل حتى انها توقع وقت. اه طبعا نكاتب ملاحظة ان يقول. بما انه الفلور راح يزداد لانا resistance قلت. حيث روس اربعة يعني لبن resistance يزاد. وتأثير كل شي قوي على تقليل المقاومة. كل شي قليل للمقاومة. وبالتالي اللي فلور يزداد لهاي المنطقة. راح يتقلي باقر. احنا عرف ان لبن يزداد ال radius. راح جسمه. اه يقلل الفلو. اي قصد يقلل الفلوس تحته يبقى الفلو ثابت. اه هنا تختلف الشغلة. لبن الجسم يحتاج blood. راح يقدر انه اماكن خاصة يزود لها الفلو. الجسم عدد تقنياته وعدد التنظيمات. في اختصار الفلو لبعض الاماكن يزود ترى. مثل بالأكسرسايز يزود للمسل. اثناء الديجسشن يزود للشسم. الجوت. فتمام فالفلو ممكن يزود لبعض الاماكن. مدائما ثابت. هاي يعني اللي قد يساءل. ليش لمن زاد ال radius وزاد الفلو. على رغم انه المفروض الفلوس تيطقل. كل الفلو ثابت. لا الجسم ينظم هاي الشغلة. هاي هذا العضو يحتاج دم. وصل لدم. ماكش يسمى فلو ثابت. اذا واحد يعرف عنها اكثر. يقدر يسألني بليغروبان. بعدين رحط رابط يعني مال. تليجرام مالتي وكذلك ماليغروب هو. لكل. اللي مال دكتور الزراج اللي. كلنا موجودين بي. تقدر تسأل بي. اجابك ان شاء الله. بس نيجي انه هذا يابا. الجسم اشلان رح يرد على هاي الشغلة. اللي صارت. ايه. قل لك اس احنا. اه. لوكل فاصل داريتر. السوى. زاد ال radius. اذا كان صغير. اذا كان صارت بي. زاد الفلو. زي هادا شون تأثيره. احنا مثل ما درسنا. او من قبل شوية. انه. ال total profile resistance. اذا زادت شرح يصير. ال arterial pressure. اي احنا عدنا قلت. ما زادت. اذا قلت نحن. resistance. شرح يصير ال arterial pressure. رح يقل. وال venous pressure. رح يزود. لان علاقتهم عكسية. فانو الجسم لما يحتاج دم. رح يصير هادا شي. ان ال arterial يقل. وال venous يزود. فا يقل لك اسمع. اه. 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 more blood systemic. the heart need to pump more. فيقل لكي الطلب يحتاج انو يضر. مثلا. شون انو الجسم يبين انو عنده حاجة. شو رح يسوي. رح هو يطي. local vasodilator. فيقلل resistance. لما نقلل resistance. رح يقلل. اه. يقلل arterial pressure. ويزود. ال venous pressure. اه. اكو. مستشعرات لل pressure. وبالمحاضرة الجاي. رح اشرح بالتحديد. يعنو. انو شون يأثر على الجسم. وشون رح يرجع طبيعي. فستما. فيقل لك. demand is expressed. يعني حاجة الجسم. يبينها على شكل. يتغير بالارتريال والفينوس. اهنا قلل فينس. وزاد الارتريال. في. signal to the heart. if the heart response to fall. and arterial pressure rises. and venus pressure by pumping more heart. pumping more blood. قصدي. فيقل لك. وشون يرد على هاي الثال. فهنا عدنا الارتريال قل. والفينوس زاد. رح يسوي. مور pumping. يدفع اقوى. طبعا هاي من البراريسبت. رح يقل. يرسل اشارات. يؤدي ان القلب. يزداد. متى الكاردي. فرح يسحب دم اكثر من الفينوس. يدفع عدم اكثر الارتريال. يزود الدم. يزود الدم مات. يزود الدم مات. فرح يرجع توازن بين. يرجع توازن مرة اخرى. على رغم من زيقل. الريزستنس. بين. شي اسمع. اه. اه. الارتريال. رح حاول اوظفها بعد مرة على الرسم. لان هي كلش مهم. فهذا الرسم. اعتبروا ان هاي الكابيلاريس. موجودة بالغوت. تماما. انها جانشة بس على المعدة حاليا. بهاي المعدة. خنقول انه زادت الاكتيميتي تماما. بما انه زادت الاكتيميتي. اش راح يصير. راح تطيباء. لوكال باسو ديليتر. مثل ما قلتها كوهاي امثلة عالية. هاي لوكال باسو ديليتر. هاي مواجه السبب. ديليشن للفصل. راح يزود. شي اسمع. يعني ماتة الرايدياس. فخنقول هنا هو المؤدي الى. اه. لما نصر لوكال باسو ديليتر. نردك مثل ادي نواسينا كوائي حنا. راح يزاد اللوكال باسو ديليتر. فاش راح يصير للرايدياس. رايدياس راح يزود. يزود. اللي ينسوا ديليتيشن يعني. يكبر حجمه. لوكال باسو ديليتيشن. تمام. لما نسوا لوكال باسو ديليتيشن. يلش اسمع. بما انو. قصد الرايدياس زاد. الريسستنس راح كلش يتقل. الريسستنس راح يتقل. اللي نقلنا للأس اربعة. حيث الريسستنس تناسب عكسيا. مع الأس الرابع للرايدياس. فالزيادة الكبيرة في الرايدياس. سبب تقلة كبيرة في الريسستنس. تمام. قلت الريسستنس. الدم الفلو راح يزداد. يعني هنا هذا الدم يشان هنا. رأسي يزداد. يجي لهنا. وهم يجي لهنا رح سبب يعني مثل التجمع فالarterial pressure رح يصير به لان الدم بسرع عمر منه وراح لهنا عنده كما برسبه ال venus pressure رح يزود لان هو دم بسرع عمر منها تمام السم رح يحس شسم القلب رح يحس بان عنده فش نوع؟ فهو الجسم عبر عن حاجة للدم بانه قلل ال arterial وزود ال venus الجسم رح يرد على هاي الحالة؟ الجسم رح يزود ال cardiac output تمام رح يزود ال cardiac output رح يسحب دم اكثر منه فال venus يقلل ويرجع طبيعي ورح يدفع دم اكثر لل arteries فدى بمعنى ان كان قليل رح يرجع طبيعي تمام؟ فهنا ش حققنا؟ حققنا في flow اسرع لل gut وبنفس الوقت رح يوصل لدم اكثر يعني flow اكثر لان resistance قليل و cardiac output زايد تمام؟ فهي العملية رح اعيدها باختصار بسرع هنا شنو اللي رح يصير هنا رح يتقل ال resistance يزداد ال flow لما يزداد ال flow رح يقل ال arterial ويزود ال venus الجسم رح يحسب هذا الشيء ويطلل القلب ويزود ال cardiac output رح يسحب الدم من ال venus يقلل ال pressure mater ويدفع ال arterial رح يزود ال pressure mater فيرجع steady state حالة طبيعية مرة ثانية steady state وكذلك بهاي steady state رح يزود ال flow لل gut يعني هاي steady state الحالة للتوازن التوازن الجديد هم يحقق flow side لل gut تمام؟ وقلنا انه الفلون يزود الفلو مع زيادة ال radius يابها هاي الجسم الى السؤال فبعدين ناخدها او يعني ما توقع بعدين ناخدها يشفهم معقدة فلا الدوخ روحك بيها واذا تريد دوخ روحك ثاني فيجورة سالكار ديك output هو حاصل ضرب stroke volume في ال hard rate فهو اكيد مثل اذا القلب في كل دقة سنقول يطميت مليلتر ايه مثال افتراضي ويدق اه فت مائة اه دقة يشكل كارديك اوتش مات عشرة لتر مات عشرة لتر خيار متالي فهو نضرب اش قادي يطلع بكل دقة بعدد الدقة حتى نحسب ايش قادي يدفع دهم بكل دقة اه ويأثر ال heart rate او الفينس مثل ما قلنا اذا زاد الكارديك output رح يزيد ال heart rate ويقل الفينس فهو يأثر بيهم زيادة الكارديك يزود ال heart rate ويقل الفينس اذا يقل الكارديك يقل ال heart rate ويقل الفينس فهو يأثر عليهم فسينجي determinants of the ventricular function يعني الاشياء اللي اه يعتمد عليها الوظيفة مع ال vent والكل مع البطعين احنا مثل ما قلناه هو يعتمد ايش الكارديك output على ال heart rate وال stroke volume ال heart rate هو على دقات القلب هذا يتحكم بيه Sympathetic و Parasympathetic تم stroke volume حجم الدعمل يطلع بكل دقة عليم نعتمد عليها ال after load ال after load بشكل مبسط هي ال resistance اللي يقاومها يعني ال resistance اللي بال اه اللي بال ال arterial مثلا اذا زادت ال resistance يزيد ال after load فهي المقاومة مع الكارديك output contractility هي قوة ال contraction يعني اذا زادت ال contractility معناها كل دقة جاءت بقوة يسوي contraction بقوة ينقبض اما اذا زادت خلت ال contractility معناها ينقبض بضعف اذا انقبض بقوة ضعيفة ما راح يتلك الكارديك output مثل القبل ويضعف preload preload هو هدنثين ناحية شاي بتفصل عليه مورا شوية preload هو كمية الدم اللي ياخذها القلب اثناء الفلنج يعني اثناء ما جاي ترس دم اذا يترس دم اكثر راح يضغط على الجدران مات ويمددها لما يمددها العضلات راح تتمدد وش اسمه نصر بها contraction اقوة تدفع دم اكثر هاي عوامل اللي سنحش عليها بالتفصيل وبقى واحد بسيط هو Synergenistic LV contraction معناها يكون بانتظام هذا contraction يعني لانه اكو synergy محدد انه العضلات باي تجاه تنقبض وكذلك انه مثل ما شفتها من ventricle انه هو تقريبا هو هناك ايبكس فلمن شي اسمه يصير contraction شامبرز في الاربع فلمن يصير contraction الاشعارة العصبية تنتقل منها الهنا ذلك منها الهنا هو اكو synergy محدد وغير هاي synergy انه العضلات هي بنفسها شو كنت تنقبضوا باي اتجاه فهاي synergy اذا تغيرت اكيد ما راح يصير كارديكاوط مثل قبل contraction راح غير منتظام فانه التناغم بين contraction كلش مهم هذا التناغم ثاني واحد هو wall integrity شين wall integrity يعني انه الجدار بشكل عام شلو انا شخبها راح يعني مثل مرات يصير بمنطقة يصير بها myocardial infarction يعني انصابت يعني راح تموت لما تموت هالمنطقة يعني اجدار ممثل قبل بمنطقة ميلتة راح يضعف فانه هي integrity بشكل عام انه هال بي hyper trophy بي atrophy myocardial infarction هم يأثر valvular competence الصمامات كلش مهمة اه انا التقيت بمرضة ان واحد عنده stenosis واحد عنده regression طبل stenosis هذا الصمامات اه شاسمه ما جاي ينفتحه هواية فجاي اثر على الفلنك فكمية الدم اللي جاي الطب للفن لحظة على الرسم شوي احسن مثل ما قلت انه ارتقيت بمرضة واحد احده مشانده ما يطلع الفالف stenosis عنده هذا الفالف شبيل هذا الفالف اه يعني ما جاي ينفتح اه كلش فيعني اثناء الفلنك جاي ينفتح بس شوي stenosis صليق فالدم اللي جاي ينزل يعني من الاتريام لي الفنتركل حكون كلش قليل يعني هو هنا الدم ينزل بس يقدر منه من خلال هاي الفتحة اه تمام ما نقدر ينزل بس منه اه اه شاسمه كبيرة دم جاي طفل فنتركل القليلة والكارديك اوتكوت تماتته قليل فهي احد الفالفات مرها ملتقيت بحاله ثانية انه شبيل عده الرجرشن يعني انه اثناء الكونتراكشن مجال اه اللي جاي انقبض الدم بعض منه جاي يرجع للاتريام يصعد لفوق مو كله جاي يطلع من الايورتة قسم منه جاي يرجع منه وقسم يرطلع فهالحالة هم اكيد تأثر على تمام فذني اشياء الثانية تعتمد على صحة الوال او صحة الجدار مع الفنتركل نفسه فهنا شنو عندنا عندنا Synergistic أي شوان التناغب بين العضلات وطريقة التقلص وكذلك الجدار بهايبرتروفي أتروفي انفاركشن يعني منطقة ميتي وكذلك الفالف هل هو ب Stenosis Regression وغيره هم اثار الكارديك بس انه هم عاملين هنا Heart Rate وStruck Volume بشخص طبيعي شخص طبيعي هذا يمكن يزود هذا يقل يأثر على الكارديك بعد هذة السجاء نفس الحرق وStruck Volume إتأثر بالpre load والafter load و contractility و after load يقول لك ال preload is the amount of myocardial stretch as the end of diastole يقول لك ساد ال preload هو شقد يتمدد الجدار اثناء الفلنجو اثناء diastole afterload is the resistance that need to be overcome for the heart to inject the blood يقول ال afterload هي المقاومة اللي يحتاج ضدها يدفع الجسم حتى يوصل دمائي هي المقاومة اللي بالأيورت هي مقاومة بالأيورت هي المقاومة واكثر شي بالأيورت يظهر مقاومة بالأيورت ثم زادت ثم يزيدي المقاومة اللي يجب لي تفعلها شسمع في يقول لك إذا زادت ال resistance the force of contraction decreased which result in short stroke volume يقول لك اذا ال afterload زادت ثم زادت التخلص ما يزيدي ؟ الشيء الحصير سيقل الدم الي يطلع من القلب في كل دقة رح يقل لانا يكون مقاومة عليه سيبقى هناك أكثر تمام شي يقول بعد يقول أبصان أكثر سنساكير أبصان أكثر كاريال أكسجين دماند ويقول لك إنه إذا ستحدث المقاومة ما يش اسمها رح يكون أكوزي عدل ما يكاريال اكسجين دماند لما يستزاد المقاومة رح يقل ما يش اسمها ما يش اسمه وحيقل في دم أقل جاي يطلع من القلب وكذلك الدم اللي يغذي القلب راح يقل فهو القلب نفسه راح يقل شسمه الدم اللي يوصله هو عده ديماند زياده الدماند ما تتزود لان راح يحاول ينقو بضع قوة حتى يدفع الدم اكثر فاسه يخلي عدنا حتى شوية خبطة احنا اذا زادت الريزستنس راح يقل الستروك فوليوم فرح يقل الكمية الدم الواصلة للقلب نفسه من خلال الكورنيري ارتري وهذا الشي اذن شو حسبب راح تزاد الديماند لانه لما راح يقل شاء هو السرق فوليوم راح انو يقو الكونتراكشن ENT فرح یحتاج يش Additional شكس من? او 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 اوDireazo او الايفترلوات هاي السرق وهو القوة اللي جاء نحكي عنها لا تستأثر بكمية الدم اللي يتمدد الجدار ولا الكمية الدم اللي يسويه resistance يتحثر بالsympathetic والparasympathetic innervation حيث الsympathetic يزويه والparasympathetic يقليل في لقول contractility نبتعد عن تأثير الperiod والafterload نحكي اكثر شي عن تأثير الnervous system بالتحديد يقول integrity او يعني synergy بين LV هو left ventricle وكذلك الجدار الفيانوتروبي او cardinal وغيرين والفالفات السليمة الاولاي اثر على cardiac او الparasympathetic innervation قبلها يتحصل حاصل كلها فالكابه هو مثل ما ذا كاتل preload هو اشتسمى الجدار اس هذا عندنا احنا يخي نقول الجدار مال ventricle او بيدا هذا الدم احي الغط على الجدار كل ما اكودهم اكثر يعني end diastolic volume كل ما اكودهم اكثر بال ventricle والا filling راح يزداد الضغط الي على الجدران وبالتالي يزداد preload فايقلك هو ventricle or stress يعني هو stress الي يكون على الجدار مع ventricle او at end diastolic في نهاية diastolic في نهاية filling force imposed on resting muscle فايقلكون هاي ال preload يكون على المسل في حالة ال relaxing يعني وبقلنا بعدنا بال falling بال diastolic فيكون الضغط الي عليها اثناء ما تكون بها relaxation ايه prior to the onset of muscle contraction يعني اقول قبل بدء ال contraction واللي راح شسمون ايه اللي راح سابق انه تتمدد اسقب شو هسا ورا شوية راح شان تتمدد شين اللي حدده حدده ال volume وال pressure وال thickness احنا عدنا for information عدنا وال stress شي ساوي هي معادلة شي ساوي ال pressure في ال radius تقسيم الثقنس هسا خبص خلي اشرح انه شون يمدده خنقل هنازا كمية الدم اللي ب ال ventricle زاد ومثل ما بيانت انه هذا ال ventricle مزاد الدم اللي بي يعني هنا ال end diastolic volume زاد راح يضغط على الجدران احنا عدنا الخلية هي myocardial سنقول ايش يكون طولها ما انه هو راح يضغط عليها اثناء relaxation راح انه يسوي stretching يسوي لها زيادة بالطول تمام عندي مثال تقريبية مو تزعت كل هذا الطول شو يعني مثال فلما ان قد خليل يعني مثل المضاطة لما راح ال volume يضغط عليها راح سب انه تتمدد راح صار بها tension راقة اه قوة فهاي تحررها اثناء السيستول لما انت انقبض حيث ترجع لحجمها الاصلي وكل هذا الفرق بالطول راح يسوي انه يدفع الدم لبعضه فلما اني ازاد حجم الدم اللي يجوه راح يضغط على الميكار ريال اكثر والتالي راح تتمدد اكثر بكأنه يكحنها يسحبها واتوقع الفكرة واضحة وهنا وذكر ثلاث عوامل الـ ايه الـ اذا الـ يزداد الـ ويزداد يزداد يكون لحظة لكو تقسيم فصائر جوه إذا زاد الثقنس راح يقل لأنه يعني ما جاي يقدر القوة اللي عليه اللي جاي الشحنة قليلة يعني هنقوله هذا جدار ثخن كلي جثخين هو يعني الجدار صار ثخين هذا صعب يتمدده حتى الشحنة فإذا زاد الثقنس يقل الثقنس إذا زاد البرشور راح يدفع أكثر يشحن أكثر وبالتالي يزداد البريلود حساب حزين حساب طبعا هذا السلايد مني فولور انفورميش لقد ازرق فولور انفورميش عن مقلوب منتكم بس وضح الكابل مثل هنا البريلود زادت هنا الاندبندت يعني بس دودنا البريلود شنو اللي راح يصير مثل ما يمبين انه الفوليوم زاد فبالتالي هنا راح يشثمن يزداد الستروك فوليوم بقى انتقل منه هي هيا اثناء الدورة لازم اوش يوضح الدورة مع الجسم لازم اوضح هذا الرسم اول شي عندنا بهايه هو اثناء الملئ احنا لابن ننقبل بجون انه يدفع ايدم ايزو فليمترك كونتراكشن اهنا هو الايجكشن هيا اهم شي عندنا يعني هو الفرق بين هنا وهنا كما كان اطول يعني استروك فليم اكثر تمام؟ فلنرجع ذاك الرسم اذا تباوح له الفلنج اكثر يعني اكوه يدم اكثر يعني هذا الفلنج طويل يعني اكوه يدم داخل فانتركوث تمام؟ سبو ازو فليمتر كونتراكشن بلايجكشن جاي تلاحظوا انه ما طويل ليش؟ لان جايطه هو استروك فوليم و هو جايط فلما زادت البريلود زاد الشي بصروق فوليوم قلت البريلود شوف شوي فلنج يعني كدام قيل جوه في الـ Pre-Load قل فلما نسوه Contraction نفعل بس شوية Stroke Volume ممثل هذا الـ Pre-Load الزايد تمام؟ فهذا يوضحنا يزاد الـ Pre-Load يزاد الـ Ejection يزاد الـ Stroke Volume سلايد للتوضيح هو غير مطلوب طبعاً سوصاني الـ After-Load طبعاً الـ After-Load ترى كلش صغبة يعني كممثل الـ Pre-Load عـ Pre-Load سهل توضحها نياب العضلة سحابتها زاد طولها وصار بها Tension إنه هو Tension تطولها وبالتالي لما تنطبض راح ترجع حجمها الأصلي تططعها قوي الـ After-Load كلش صعب فهو كالشي مبسط الـ After-Load هو Load أو يعني الـ Resistance اللي لازم العضلة تدفع ضدها فلما يزاد الـ Resistance سيزاد القوة لازم تدفعها فهي ضد الـ Contraction يعني تقلل الـ Contraction تقلل Stroke Volume Systronic Ventricular Road Stress يعني هو يكون أثناء السيسترول الـ Pre-Load كان أثناء الـ The-Stall نهاية الفلنج يعني أثناء الفلنج لما يمدد الجدران سترلوت يكون هو السيسترس اللي يكون بـ The-Stall تتطبق عليه معادلة لا بلاس أيضا اللي هي نفسها نفسها يرقب شوي الوان هنا هاي والـ Stress يسوي راديس على Thickness نفسها Stress يسوي راديس على الـ H هنا Thickness بس شون في طبقة بهاي الحالة راحش راحلين صراحة كلش صعبة انت خلي ببعلك إذا زاد الـ Pressure اللي بالـ Aorta مثلا ليش هنا كاتب شسمنا Pressure بالـ Ventricle لأن مرتبطات لتدوق نفسك انت خليها ببعلك هذا عندنا الـ Ventricle تمام وهذا الـ Aorta تطالع منه هنا إذا بالـ Aorta زاد الـ Pressure أو هو الـ Resistance زاد بشكل عاملي راح يزود الـ Pressure هنا راح يزداد الـ After Load يزداد الـ Load اللازم يدفع ضده وبالتالي Stroke Volume راح يقل تمام ليش؟ هنا عدنا شي مكاملة خلي البصل أصلا فهو هنا إذا أكو Artiller Pressure عالي شنين راح يصير راح يجمع الدم هنا فبالتالي لمن ينقبض راح هنا راح يجمع الدم هنا فصعب ويدفع ضده احنا مثل ما نعرف لمن يزد الـ Arterial Pressure راح يتقلل الفترة اللي ينفتح بها الـ Valve تمام هالفترة خلي أشرح أكثر عنها بلتلع دجار أشرح أكثر عن فترة الـ Valve فبس صلبت لها لحد يفكر بها انه الـ Arterial والثيكنس انه عكسي وإياه فعلا يستعد الشي الواحد اللي أخذ منه هو انه اذا زادت الـ Preload راح يقلل الـ Stroke Volume غير الشيطان منطلوب لأن الشغلة فيزياء لا بلاس اللي رجل الدوخ نفسه مثل ما قلت يقدر يجيني أدوخ وياي هسه شنو أنا سيب هذا الـ Slip فهذا جاي نوضح لك انه الـ Independent Effect of Afterload يعني انه شنو تأثير الـ Afterload إذا وحده زاد بس هنا عدنا الـ Control هو الشي اللي نقارنه يا عد قبيعي زاد الـ Afterload زاد الـ Afterload شا يلاحظ انه يا بهذا الـ Azobalimental Contraction شو طول هاي ليش لأنه مثل ما قلنا الضغط اللي بالـ Aorta والـ Arterial عالي فهو شون يفتح الـ Aorta الضغط بالـ Ventricle 120 و الضغط بالـ Aorta مثلا 80 لمن الضغط ما توصل 80 راح يفتح ويظل يزعد بس هنقول انه هذا الـ Ventricle بقى 120 بس هذا صعد صار مثلا 100 فعطال يحتاج يصعد اكثر حتى يوصل للمية ويفتح فاذا زاد الـ Arterial Pressure راح يزداد الضغط اللي يحتاج نولده حتى نفتح الفالف وبالتالي قلل Stroke Volume لانه وقتها محدود فزادت كمية الضغط اللي لازم انولدها فبالتالي فترة اقل للـ Stroke Volume يعني فترة اقل للـ Ejection تلخضون Stroke Volume قليل حسا هاد احنا طوقع ما بينكنش برأس نقل طب اضحي هذا اه مدريش احمر هو احمر هذا شوفوا الفرق بين هنا وهنا قليل بسا نروح الـ Afterload اذا قل يعني اذا الـ Resistance قلت اذا الـ Resistance قلت فعنا نحتاج ضغط رقل حتى نفتح اه الـ Valve فهنا جايلاحظ الـ ارتفاع شوية ورأس نفتح الـ Valve صار Ejection صار Ejection هواية ودفاع معظم الـ Blood ماتة جيتلاحظ Stroke Volume مع الفرق منها الهنا Stroke Volume كلش عالي هواية فرغ بالـ Ejection فبالتالي جايتلاحظ قالت الـ Afterload زاد الـ Stroke Volume زادت الـ Afterload للـ Stroke Volume تمام؟ فهذا توضيح لهذا المبدأ صارفتلاه فلاس لحد يتعبر وحبي إلا إذا يريد اه نروح الـ Slaid وهذا يعني مجرد درسمي قريب أن شون تلاحظ الـ Load النشون جاي يسوي له stretching بعدين أثناء الـ Contraction راح يكون ISO Volumetric بلا تغير اه شسمه وبعدين راح يسحبه وإذا هذا عالي راح يكون المقاومة عالية وبالتالي يكون التقلص أفضل مجرد مثال عن ThigZag هي ليش عن اللي تفكر بها هي هاي عضلة إجاهها Preload ضالت من العضلة هاي ضالت العضلة بعدين الـ Contraction راح ترجع تكسر شون يقاومل إنه تكسر إنه ترجع طبيعي شون يقاومل إنه ترجع كسيرة هو Afterload إذا Afterload راح يكون إنه ترجع كسيرة صعب وبالتالي يقل Stroke Volume هاي ما يحتاج شي أكثر من هذا السلايد هنا وصلنا إلى الجزء السهل من المحاضرة كلا تحصيل حاصل خلصنا كل شي بها و جاي يقل 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 Stroke Volume مثل ما قلني ما قدر سيها يقل لك هذا البلد خلق نقل بي 120 تمام أثناء Stroke Volume دفاع 90 فهنا عدنا End Diastolic بالفلنج هذا End Diastolic كان 120 Stroke Volume هو 90 إيش قدر حفقة بالـ Demoral Contraction حفقة بي شسمة الفرق ما أنا تمولي هو 30 بس إذا نعرف إنه نهاية الـ Relaxation نهاية الـ Diastole كان 120 وراء الإنقباض بقى بي بس 30 إيش قدر فعل الفرق ما نعطم نقول 120 ناقص 30 يساوي 90 هذا كلا تحصيل حاصل ما نحتاج عند وقت نفسنا A-B توقع على سلايد وار Ventricular Fling يعني هذا يصير بدأ STALE لننترسي الـ Ventricle The arteries توقف عكو غلط لحظة ذا كبير لقيت من الحاضر أي ومهي شكات به The arteries Unconnected to the vein طيروا هاي الجزية يقول لك The arteries مرتفطة بالـ Vein فساش يقول لك The ventricle fills until the wall stretch enough to produce an intraventricular pressure equal to the venous pressure ساشي نقصده في هذا يقول لك هابه أثناء الفلنغ مثل ما هنا عدنا Right ventricle Filling يعتمد على gradient بين الفين أي مثل ما قلنا بين الفين وبين الفين تمام فهو أثناء الفلنغ يزود الضغط مع Right ventricle تمام نعيدها بسراحة هنا نهاية الدياسطور ورا ما انقبض ما بي دم بي دم قليل يعني كنقول 10 ملي متر ما يكري أو 10 صراحة يعني شيء قليل كل شيء وهنا عندنا Pressure مع الفين الدم راح يمشي من الفين اللي هنا وراح يزود الضغط مع الفين لما نزد الضغط الفين بماء يكفي هذا الفلنغ راح ينسد لما نستوي البرشور اللي هنا والبرشور اللي بي الفين واتوقع هذا وضع هو يعني داخل هو طبعا لما يضغط الدم على الجدران وحي السبب انه هو يولد طبعا هو نوعا البرلود اعتبر نوعا ما هو الدم يضغط على الجدار راح يضغط عليه وانه يضغط عليه راح يبول دفرشور هنا يقول The higher the venus pressure the more hard fill the in-diastral يقل لك كل ما زال ضغط الفينوس عايز داد كمية تدم اللي تملأ تملأ ventricle اثناء الفلنك ويقل لك العلاقة بين ventricular volume يسموها ventricular يعني علاقة بين ventricle و المالتهم الفلنك اللي هو هذا شي وضح لك انه شنون الفينوس ويزيادته راح يزدود ventricular volume بالنورمال اه ايش اسمه هو راح يضالين تروس هنا راح يضال يزداد volume تمام الى ان يوصل لما نسعد الفرشور راح يوصل المرحلة انه راح بعد ما يزداد الفوليوم ما تليش لانصار pressure b عالي فالgradient بينه وبين الاتريم هو الاتريم هو الاتريم قليل وبالتالي ما يزدد فهو بالبداية راح يترس وهو يدم اه يضال فهذا البرشور ماته يجاي يترس دم بعدين يوصل المرحلة صار بهواية دم يبدي يولده برشور اه الى ان يصر برشور ماته كلش عالي يدرش انه بعد الفوليوم ما يزع شوف الفوليوم ثابت هنا تقريبا الفوليوم ثابت ليش ان البرشور ماته عالي وبالتالي ما جاي يطب له دم اه شونا نطلع الكمبلايانس هو الكمبلايانس جسمه يساوي دل تافي اه شوفوش قد يتغير الفوليوم وشي تغير البرشور ويتقسموهن فهمو كل شو مبلايانس هو بالعكس يعني هو اذا زاد البرشور اه شونا نوضح هو يعني هو مثل هنقول اذا زاد البرشور وهوية بس الفوليوم بس شوية قليا يعني هنقول الضغط كلشو واي زاد بس الفوليوم وهوية زاد رح يكون جدار ثقين يعني مهما سوى تصلت علي ضغط ما جاي يتمدد هذا المفهوم مو كل شو مهم علينا حتى الكاميرا سبو نعم نسلمو من نيابة شون جاي يشوفو البرشور اه يكون طبيعي اثناء الفلنك بعدين يوصل مرحلة بانه صار بيهوية دم صار بيهوية برشور بعدين يوقف ها يبي النورمال اه في بعض الكارب هنا انا عدنا جدار عبنورمال هذا شنو حال هذا هو يعني يكون اكثر صلابة هذا شنوش بيه Decrease Compliance Decrease Compliance يكون زيادة قليلة بالفوليوم بس وعلي ضغط اهواء ليش هذا الجدار ما جاي يتمدد ما بيه compliance فهو كمية الدم جاي الراسة تضغط عليه يعني هو التمدد شوية يساعد عليه يعني ينقلد الضغط هذا الجدار ما جاي يتمدد هو كن كن حجار هي تجدار فلما يجي الدم اه الدم قليل رح يضغط عليه ما جاي يتمدد فاستف يعتبر هنا او بتلاحظ انه هنا زيادة قليلة بالفوليوم رأساً ساعدت للبرشور فرأساً انترس ماكو اسا هذا يعني اسا هذا الطبيعي بيهوا يدم يلا انترس وبعد ما يقدر يخدم اكثر هذا بس زيادة قليلة بالفوليوم سبب زيادة عالية بالبرشور وهنا صار البرشور عالي بعد ما يقدر يجي الدم بسبب ال وهذا Decrease Compliance رح يقل عليه الفلط اه فهذا هم محاطي مدرش وش علاقة الابنورمال وال Stiffness باللي يحكو هنا بس يعني حجيت لكم المكتوب يعني اوين مكتوب يعني والتيارف حتى انت فهمونا يعني مشي نفهم المكتوب بيه بس نروح للسلايد اللي بعده and static volume and force of contraction فا يقللك مثل كل العضلات اذا ال ventricle يعني الشيس ما سوله stretching راح يكون ال contraction كي لا غير عطيك مفهوم مبسط ليش نحشي به هاذا هنا عندنا هيا مصن خنقل ايجا ال preload سوالها stretching فهذا stretching راح يسوي راح يكون حجمها اطول وما يسوي contraction ترجع الحجمها الاصلي فكلما كانت اطول كلما راح يكون رجوعها للحجم الاصلي سراع واقوى فبالتالي كلما هاي العضلة تمددت اكثر رح يكون رجوعها للحجم الاصلي قوة فبالتالي يكون كونتراكشن وحسب قانون فرانك ستارلينج فرانك ستارلينج يقول لك كلما زاد البريراد رح يزود الكونتراكشن اه طبعا شي اسمه ترى هاي زيادة لها حد كل شي الى عدوى بالجسم فيعني يقول لك اه احنا قلنا كلما يزاد الفوليوم رح يستتمدد اكثر وصير اقوال اقتصر مرحلة بعلوك قدر تتمدد هي الحد للتمدد فا يقول لك انه العلاقة الينيار تكون تمشي بشكل طبيعي مثلما ان يكون داسترالي كلش عالي هنالكير رح يبدي باندنج يعني ما رح يصعدو اياه فبالتالي اكو المت باقتصر انه اذا هواية دم موصل للقلب رح يوصل لحد وراها مهما وصل الدم ما يقدر يزود الكونتراكشن معت لان هي العضلة الى حادية عضلة يعني ما يقدر تشغل اذا تتمددوا وتقوى طول عمرها فا يقول فرانس تالي The more the heart fills the harder it contracts كلما ازداد الامتلاء ماته كان رح يقوى اكثر رب تعلمتها سوى كاتب الكيها اصلا يقول لك انا اكو حد وراها الحد مهما زاد الوليوم ما يزاد الكونتراكشن مع ايضره The harder it contracts the bigger the stroke volume كلما يتقلص اقوى رح يدفع دم اكثر خلال الايورت فيزاد stroke volume Rises in venous pressure automatically lead to rise in stroke volume لما نزاد ال venous pressure فيقلك لا يزاد ال venous pressure رح يزاد stroke volume مور ان مور اوت ايه قانوى عندك استهناء ال ven وهنا ال اتريام رابل لون مواضح ايه وهنا عندك ال ven وهنا ال اتريام اذا زاد ال venous pressure يزاد ال gradient يزاد الدم اللي يجي لما ازداد الدم اللي يجي رح يسوى preload عالي preload عالي مدد العضلات وبترح تتخلص قفة ويدفع الدم فالزيادة في دخول الدم بسبب زيادة في خروجه خلال stroke volume وفهم بسط ايه نحصل السلايد اللي بعده الآن هنا يقول لدينا starling curve كيرب اسمه starling curve هذا ايش شنو يربط يربط stroke volume اللي هنا بال venous pressure هو venous pressure يعني من ازداد venous pressure يزداد ال end diastolic فال venous pressure قصد هنا ال end diastolic هذا يسموه يعني هذا السلاب بين ال contractility اه خليه نوضح هنا اعدنا contractility زيادة طبيعي و hard failure يعني hard failure يعني يعني يكون contractility قليل ما جا يقدرين القبض اه مثل قبل خليه ناخذ اه ماش اسمه اه خط تمعم رسمنا خط هس دوله كلهم كلهم ذوله نفس اه نفس ال end diastolic volume ومعنى هستدول الحياة الثلاثة بيهم نفس حجم الدم ال b hard failure رح يدفع stroke volume قليلا هو hard failure قليل بفاشم ما بفايدة ال normal رح يكون اه بيدفع دم اكثر الذي يزال increase contractility يعني انقباضية قوية نفس حجم الدم يسوي stroke volume اكثر طبعا هذا بمع انه اه جا يدفع دم اكثر stroke volume اكثر هذا ب اه end systolic end systolic volume كلش قليل هذا بي اقل end systolic volume وهذا بي اعلى end systolic volume اعلى واحد ليش ان ما جا يدفعه فاشل stroke volume اكثر قليل فالدم اللي جا وصل له جا يبقى شوقت يصير مثل جماعته اه هنا جا بثل لك انه preliminary conduction اه مرات انه بمع انه increase contractility فجا يدفع دم وهو stroke volume فشوية الدم مثل ما ذكرت بدأت المحاضرة ان شون الدم يجمع باحد ال circuit هاي احد الامثلة هنا عدنا خنقول right ventricord كلش قوي ابلكن right ventricord كلش قوي رح يدفع دم وهو ال pulmonary circuit اه فبالتال رح يجمع الدم بها ويصير congestion congestion هو تجمع الدم اللي كلش قوي اه خلي اطيها مثل لحظة جا يشوفون هذا سنقول right ventricord صار قوي جا يدفع دم وهو الان في عدم وهو هنا pulmonary circuit رح يجمع بها دم مصر pulmonary congestion increase contractility contraction قوي يعني اكثر من طبيعي هذا right ventricord ما رح يقدر ويا شي اسمع يزود حتى يطلع من pulmonary هذا جا يدفع دم وهو ال pulmonary increase contractility contractility مطبيعي قوية مادر ليش اه نروح للوع هنا يقلك hypotension عندك heart failure سوي hypotension ليش؟ لانه ما عند stroke volume ما جا يدفع دم لل جا يلاحظ انه هنا هو طبعا شين نقذر بهذا الرسم هنا جا يلاحظ عنده high stroke volume هذا ال hypotension يعني باي stroke volume ماكو قليل باي مهما ترسم اي volume بيكون stroke volume حتى قليل فان جاي سوي لحظة اي اي خليه اعيد لحظة هذا مثل هنا عندنا اي هذا ال hypotension تمام بال heart failure ها وعلي وين ما ترسم راح يبقى stroke volume قليل ذا يكسر hypotension يعني شوك يعني الpressure مع الدم بال heart failure ليش لان stroke volume قليل هذا قد فاشل ما بيتكده فبالتالي اي اي volume ما جاي يقدر يدفعه ويصير hypotension بال heart failure هذا سلايد من النفس القبلة بس شوية احلى انت حبيث ايش اضيف for all information myocardial contractility onotropic state سيحتينا عن preload after load نجيلي onotropy contraction الخاص اللي ما يتعثر ال preload والafter load معلما انه علاقة بكم هو بشكل عام عام الفاكتر الخاص برو فمثل ما ذكرت هو بي ما يتعثر يتعثر sympathetic و parasympathetic activity طبعا نيجلك vagal هي نفسها the main nerves parasympathetic sympathetic و parasympathetic يتعثر بيهن و يتعثر بالdrugs يعني بعض الادوية الزويلة وتقليل حسب الحاجتنا receptors هو هاي sympathetic و parasympathetic ايضا neurotransmitter neurotransmitter وبالتالي يؤثر علي stimulation of sympathetic can create myocardial contractility sympathetic positive onotropic قلنا onotropic هو contraction فاللما راح نحفز sympathetic راح شسمه راح يزاد contraction اذا سنتعرف ليش سبب اقتصار انه راح يسيب من زادة الكالسيوم داخل الخلية فلما يتحفز sympathetic راح يجربط بالرسبة المالة الخلية وبالتالي انه يسبب تغييرات سبب ان الكالسيوم جوه قوي مثل ما نعرف اذا زاد الكالسيوم جوه الخلية يكون contraction اقوى يكون يكون اناتروبيك simulation of vegan parasympathetic cause decrease of myocardial contractility اذا زاد الparasympathetic شوه راح يكون تأثيرة راح يقلله فالsympathetic يزود contraction parasympathetic يقلله يكون راستنج هاذا sympathetic يزود fight or flight Parasympathetic rest فائق عليه Negative onotropic effect شرحنا هذا السلويد هذا شرحتنا من شرحتي هناك الكيربات الكيرب مرات مقامز راح اشرح الكيرب ماتي هنا عنده بهذا الكيرب هنفيل ان كل شيء ثابت عن انو الانوتروبي زودناها وقللناها ملاحظون لماذا زادت الانوتروبي لسا هنا عندنا شسمة اه صار عدة تمام وصل نفس الوليوم تمام فتحها بنفس تمام كل شيء ثابت زادت القوات ال كلا شو هاي بعد راح يرجع كلا شعالي يرجع يترس زيادة ال يزيد بسا اذا خلي يرسم له خط حتى نشوف كميته اسا هذا ال احمر هذا بسا الما نروح نروح يسمع الثاني انوتروبي قلت لاحظ هو اسا جايت رس دم وصعد وصل نفس البرشور فتح الايورد فتح الايوردكي فالف استوى stroke volume ماتة قليلة ماتة قليلة فدفع دم قليل وهسا الرجاع يترس نفس الدورة فاذا نقيسها اذا تلاحظ الفرق لما قلت لما زادت ما تأثير كلش قوي على stroke وماتة يقل لك أنت هذا الدم اللي يبقى بالفنتركل ورا ما ينقبط ورس هو قلنا نقص الدم وقعدنا stroke فولي يبقى بالاخر هو استوال يعتمد على how much how hard كلما يصبح كونتراكشون اقوى يدفع دم اكثر في قدم اقل في استواليك يقل how hard it is to eject blood يعني resistance اذا resistance عالي راح دم اكثر يبقى بالقلب لانه resistance عالي ما يقدر يطلع فيزداد الاند استواليك ترى الاشياء ما كاتب عليهم الراحظات كلا كلش مكرر هو مكرر force of contraction يعتمد على end static volume و contractility هو تلقى انقباط مثل ما بيني اذا ازاد ال end static volume عسب preload راح يمدد العضلة وبالتالي يصبح contraction اقوى contractility مثل انه sympathetic زاد اذا ازاد sympathetic راح نيزاود الكالسر من داخل خليه وصبح contraction اقوى تقدر تفعل blood بس هنا جايش على defecative ejecting blood جايش اكثرش على afterload اكثرش من ال اه انه aortic oh my god aortic impedance هاي الاخطاء الملاقي ان شاء الله صحيح قبل ادت الملف في الفيديو aortic impedance يعني اعتمد على total preferred resistance يعني هو المقاومة اللي موجودة بالايورت هو الاجزاء اللي بعدها خلينا نقول انه resistance زادت resistance زادت مع انها مقاومة اكثر زادت ال resistance راح يصير انه اصعب انه ونتفع البلد اه فالبرشور راح يجد بال الرتريس لمثل ما قلنا لمن يزداد ال resistance يزداد البرشور ووضحت هذا بداية المحاضرة شلون end systolic volume اه اذا زاد ال end systolic volume اه قصدي اذا زادت ال resistance راح يبقى end systolic volume اكثر وعدنا فوعدنا هذا الجسم هذا هذا ventricle وبدا تمام هذا الايورت هنقول ان هناك مقاومة على resistance عالي لما ان راح يدفع الدم هذا الايورت راح يبقى يلتقي بها المقاومة عالي وما يدفع كله ما يدفع كل الدم اللي يبقى بي اه كل الدم اللي بي فراح يزداد حشم الدم اللي بقى كمية الدم اللي طلعت وبالتالي بقدم اكثر جوه وزاد ال end systolic volume اه اشهدنا بعد نسلايد انا direct effect of arterial and venous pressure on the stroke volume venous pressure اه افكت اذا زاد ال venous احزود فرق الضغط بين الفين والارتريوم في زود stroke volume لان راح يرجع الاكثر فيضع اكثر اذا قل ال arterial راح يقل ال after load وبالتالي يزود اه اش اسمه يزود stroke volume اه مثل ما اشرحت انه اش اسمه ان يتحكم باشارات من ال baroreceptor carotid ذلك انا اشرح من المحاضرة الجائلة شوان يزود ال heart rate يقلل ال sympathetic ويزود ال baroreceptic واحد يضعه في الثاني اذا زاد ال sympathetic يقلل ال baroreceptic شوان يزود ال contractility انه يزود ال sympathetic فلان كده اشرح ان بالتفصل لا يكشوفوني بسرعة فعادي وهنا ضق ال MAP راح يتحسسه في ال sympathetic ويزود ال heart rate وهنا اقل لك الجسم الشواني يسوي فسمه انه يعوض اذا صار اكو مشكلة اوفي ذهباسة وبرسين هذا انه شعر المشلالة اه يرجع لفرشهر طبيعي اهم قلت كيف اعضل العيد انا بالمحاضرة الجاية اشرحها ما يحتاج انه نذكرها اكثر من مرة يقلل لفرشهر ال baroreceptor راح يحس بهذا الشي فحر الhypothalamus هي المنطقة بالدماغ ورح تضطي فاسو بروسين اه هذا الفاسو بروسين من البتوتري راح يسوي فاسو كونستركشن واللي راح يزود للسيستمك طبيعي فهو مرة بكل هاي السلسلة سوا فاسو كونستركشن الفاسو كونستركشن راح يزود بكل هاي السلسلة كانت ينشح لكم بالتفصيل العثم من الhypothalamي سيؤثر على البتوتري وغيرها فهذا اللي تخلوك شرح حالي يعني الشرح بالمحاضرة الجاية أكثر تفصيل و ال يعني قلنا نخذها محاضرة جاية بس خلين بحش كافتر stroke volume يأثر contractility after load هذا يأثر على stroke volume الهاتراج يأثر عليه sympathetic parasympathetic parareceptor chemo receptor cardiac reflex cardiac hormone neural regulation وذنب يعني بالمحاضرة جاية هذين كل الناس يحالين ما ماخذين بها المحاضرة كنا بالمحاضرة الجاية reflex chemo receptor وغيرها فهنا هذا السلايد وهذا السلايد هذا الشرحنا وهذا السلايد هذا الشرحنا القمز لنا آخر اثنين آخر اثنين إن شاء الله أشرحنا المحاضرة الجاية بالتفصيل والتليلون آآ من سماري فالأثنين برشور لما يقل الهاتر سنزوج الهاتر حتى يصبح دم أكثر بي ويزاد البرشور المحتم يزاود stroke volume ويزاود الهاتر آآ يقل لك إذا زاد الفيناس برشور سيحس بيه والفيناس برشور كل شي قريب على آآ الفيناس برشور كل شي قريب على الاتريام بالتحديث central اللي يكون ثراثك فينا كيفيلي انت اشرح علي بذات المحاضرة يعني اعتبر تقيب المطابق الهاتر ذلك نفس القيادس فلما اني زاد الفيناس برشور سرح تفوي راح يقلل باراسمباتيك ويزاولت بش اسمح فرح يزود الهارترايت والباراسمباتيك يقلل هارترايت لما انضعف يزود الهارترايت ويزود ويزود آآ فقال لي شوية غلاعية هس هنا عدنا الفيناس برشور آآ السمباتيك يقوى آآ والباراسمباتيك يضعف وبالتالي في اسمح آآ راح يؤدي نمية سمباتيك والباراسمباتيك يزيد ا surveillance نوع الفيناترايت يزيد اليد الفيناترايت صغير يزود والوال thấy فبالتالي ديت كم يتدم بالارتري ويقال كم يتدم بالفينوس فالفينوس يقل والارتري اه تمام اه تمام اه طبعا اكم ششمه هلني اخير كم سلايد شرحني قيله بالمحاضرة جاية فجاية تلاحظون انه احجي بسراعي وغير مكتب لانشي اه فساكت من استفاديت وفي البداية هو اطلعت حكمه شرحته بشكل ما اقدر للنهاية اما مكرر اما بالمحاضرة جاي بالتفصيل ليش يطيق نص معلومة هناك ان شاء الله كدشي كامل فا اتمنى استفاديتو واذا عندك اي سواء تقرسينا على التليجرام هذا رابط معتيوهم بشي اسمه برابط على الدوسة يوديك على اه شي اسمه تليجرام واذا تريد عندنا جروب مع المدلوج كوهو مع دكتور سراج هم يدوس على الرابط ويوصلك اه بالوسط ما نبديهم راح يحط الرابط حتى تقدر توصل الى هاي الاماكن ويحتمنى استفاديتو ترجمة نانسي قنقر